بسم الله أبو الأبن والروح القدوس الإله الواحد أمين نكمل تأملاتنا في سفر التسنية نبتدي في إصحح 30 وده إصحح بقى مشجع جدا بعد الإيه كام إصحح فيهم شدة شوية مداية بس أفكركم أنه طبيعة كلام ربنا يجمع بين الشدة واللين وفي بعض الناس تتعامل مع الإنجيل تعامل موجه يعني أو مش أمين ياخدوا كلام الحنين ويتفادوا كلام الشديد يعني فيه إنذارات في الإنجيل فيه تحذيرات في الإنجيل فيه وصايا كتيرة فيه عقوبات واضحة فيه ناس ما بتقراش الحاجة دي خالص وتيجي بس عند الكلام اللي كله حبه وكل طمه وده ما يتعرضش مع ده هو ربنا بيحبنا قوي وبيحذرنا عشان بيحبنا وبيشد علينا في وقت وبيربينا إذن الإنجيل عموما متكامل جدا واللي إقراء على بعضه وما فيش سفر على فكرة تقدروا تقولوا كله شدة ولا سفر واحد كله لي حتى أصفار الأنبياء اللي تلاقوا فيها لعنات وويلات كتيرة حتى الأصفار دي لا تخلوا من نغمات رقة وحب إلهي وتشجيعات ورجاء هكذا الأباء الحكماء يقولوا الشخص الحكيم يقدر يعالج نفسه بالدواء المناسب ما تكون حاسس إن حياتك فيها استهتار تبقى محتاج أنهي كلام كلام اللي فيه إنذارات وتحذيرات تلاقي نفسك الشطان بيحربك بفكر اليأس وصغر النفس والضياع محتاج الكلام اللي كله رجاء وكله طب طب يبقى الواحد يدور على العلاج المناسب لاحتياجه لأنه لو فضلنا بس نسمع العزات اللي بتشد علينا بس ممكن نخاف ويجي لنا صغر نفس مش خوف مقدس خوف نفسي يضر ولو سمعنا بس الوعزات اللي عملت قول ربنا بيحبك بس تمه ممكن نتغشف روحنا كأننا عاملين كل المطلوب وإحنا مش عاملين حاجة خلونا نبدأ تسنية ثلاثين متى أتت عليك كل هذه الأمور البركة واللعنة يبقى نفس كتاب التسنية ده ممكن نسميه على بعضه كده كتاب البركات واللعنات لأنه عمال يقول مبارك اللي يعمل 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 ومالعون اللي ما يعملش أو يعمل الغلط متى أتت عليك كل هذه الأمور البركة واللعنة اللتان جعلتهما قدامك فإن ردت في قلبك بين جميع الأمم الذين طردك الرب إلهك إليهم يعني إيه؟ هنا افتراد أن اللعنة حصلت من ضمن اللعنات سبي أنه ينطرد إلى أمم وده اللي حصل مع أشور ومع بابل ومع فارس فلما الشعب يطرد بسبب أنه خد لعنة لأنه كسر الوصايا لو ردت في قلبه الكلام وقال أنا اللي عملت كده وأنا السبب في العقاب ده يحصل إيه؟ ورجعت إلى الرب إلهك وسمعت لصوته حسب كل ما أنا أصيك به اليوم أنت وبنوك بكل قلبك وبكل نفسك يرد الرب إلهك سبيك يعني إيه؟ لو واحد حس أن ربنا بيقدبه بشدة لو هو فكر أن أنا استهل التأديب وأنا يعني ربنا اللي بيعمله فيه أنا السبب فيه مش ربنا ظالم ولا حاك ويغرمنا بأقل من أسامنا ده تعبير في عزرة 9 لو واحد قبل التأديب على نفسه وشاف أن الغلط عنده وابتدى يرجع لربنا اللعنات تتشال الوجع كله يضغير حتى لو كان يعني حصل له زل الدنيا كلها وده حصل على مستوى الجموع وعلى مستوى الأفراد يعني على مستوى الجموع لما شعب تزل في بابل بصلاوات دانيال على السنة السبعين من السبي طلع كورش أمر بعودة المزبين وكان سبه معجزة في الوقت اللي محدش تخيل إن الشعب ده ممكن يرجع من السبي ربنا رجعه عشان ابتدت التوبة وهكذا مثلا يونان لما تاب ده خلاص ده بيقوه في الحوت من قال الحوت يفتح بقه ويطلعوا يعني إنما بما أنه تاب خلاص راح التأديب وطلعه وكمل رسالته فبيقول إذا رجعت إلى الرب إليك وسامعت لصوتي حتى وانت تحت التأديب يعني يكون تحت لعنة أو تحت تأديب شديد أو عقاب شديد وسمعت صوت ربنا حسب كل ما أنا أصيك باليوم يعني الوصايا مش هتتغير نفس الوصايا أنت تقول أنا كسرتها ولما كسرتها حصل للا حصل يبقى أنا إيه هرجع تاني أعمله أنت وبنوك بكل قلبك وبكل نفسك هنا واضح إن الرجوع لله في منه درجات أو في منه أشكال يعني إيه يعني ساعات التوبة تكون مش خلصة ما تكونش توبة أمينة ونذكر منها مثلا توبة واحد زي أخاب الملك أخاب مرة واحدة سمعنا أنه تاب لما إليه وبخه بشدة إنه تأمر وقتل نابوت اليزرعي لكن أخاب ما كملش توبة ما رجعش عن شر إنما استمر أخاب في إنه يعني يأذي الناس ويتعب الناس ويعبد أوسان لكن فيه ليلة واحدة خاف وتاب هل الليلة دي كملت؟ ما كملتش إذن هنا لازم يرجع بكل النفس وبكل القلب التوبة لازم موقف مستمر ويبقى زي ما قال هنا ترجع بكل قلبك وبكل نفسك يعني النية قوية ومستمر لأنه لسه بس ما عزل سيدنا أمب كراسل لينا يا حروحو لما ذكر فيها إن الناس تعترف وتفضل تعترف وتعيد وتزيد في الخطايا وكأنها مش خايفة من الهلاك تبقى توبة مائعة ما تبقىش توبة ليه؟ مش أنت عرفت الغلط ما تبطل غلط مش فيه نار جهنم مش فيه حاجة تخوف ما تاخد قرار وتخلص يبقى هنا حكاية بكل قلبك وكل نفسك دي عرفها ربنا ساعات إحنا نستسهل نقول رحمني كعظيم رحمتك أو نقول كريا ليسون أو نروح نعترف بس ربنا بيبص على العمر كل طب حصل إيه تغيير هذي رجعت بكل نفسك وبكل قلبك هل خلاص حرمت حاجة معينة بطلتها أطعتها لأن كلام المسيح واضع إن أعصرتك عينك إقلعها هذي التوبة اقطع إيدها طبعا مش بالمعنى الحرفي لكن يعني معناتها يخد موقف مع الشر واحد تاني زي شاول الملك مرة قال أخطاط قدام صمويل النبي اللي يسمعوا بيقول أخطاط يفتكروا تاب لكن شاول الملك ما تابش يبقى ربنا يحمينا لأنه أحيانا التوبة بتاعتنا بتبقى توبة غير جادة ومن هنا ممكن يستمر التعديب ويستمر العقاب لأن الإنجيل بيلح علينا اللي يرجع يرجع من كل قلبه ويبقى أمين جدا في توبته وبيجاهد مع طبعه وخايف من الهلاك وحطت كلام ربنا قدام عينه بتركيز هو دي التوبة يرد الرب إلهك سبيك ويرحمك ويعود فيجمعك من جميع الشعوب الذين بددك إليهم الرب إلهك يعني إيه في الآخر ربنا يرد سبيك ويرحمك لو أنت توبت يرد السبي دي أحبائي يعني لو الشيطان يتملك منك ومغلوب ومزلول ومستبعد أنك تطلع من تحت إيده لا ما فيش حاجة كبيرة على ربنا يرد سبيك عشان كده في ناس تصلي تقول له ردني من السبي أنا مش عارف أطلع لوحد مش عارف أغلب خطيتي مش عارف أكره الخطي مش عارف أصفى من قلبي مش عارف أقاوم لوحدي هنا يقول بس يرجع من كل قلبك وهو عليه يرد سبيك ويرحمك ويعود فيجمعك من جميع الشعوب الذين بددك إليهم الرب إلهك يعني حتى لو ترميت في آخر الدنيا حتى لو الشيطان تملك منك تمام أقول ما تصرخ لربنا من كل قلبك يعود يرحمك تعبير ده مكرر يعني حتى في ميخة سبعة يقول يعود يرحمنا يدوس أثامنا تطرح في البحر جميع خطاياهم من هو إله مثلك إذن كلمة يعود يرحمنا يعربنا مش بيعد عليك أنك أنت دي المرة كامل اللي توبت لا يرجع تاني سامحك طالما من قلبك بتقوله سامحني هيسامحك بس بقى إيه بدل من قلبك يبقى مش كفاءة كلام لازم يبقى في موقف مش بس كلام يعود فيجمعك من جميع الشعوب الذين بددك إليهم الرب إلهك إن يكن قد بددك إلى أقصاء السماوات يعني ما تستبعدش أنه مهما كانت مشكلتك ومهما كان العقاب في حياتك ومهما كانت الخسائر هتلاقي أن ربنا قادر يعمل معجزات ويصلح الأمور بشكل عجيب فبيقوله لو كان بددك لأقصاء السماوات من هناك يجمعك الرب إلهك ومن هناك يأخذك إذن ربنا رحمته وسع لآخر لحظة يعني اللصة اليمين أول ما تاب جابه من إيد الشطهم ده خانفضله دقائق ويدخل الجحيم إلى الأب جحيم وجهن أم سحبه لأنه من كل نفسه ومن كل قلبه قدم توبة لكن ده كان في إيد إبليس طول العمر لكن ربنا قادر بس كانت مستنية موقف من اللصة اليمين ويأتي بك ويأتي بك الرب إلهك إلى الأرض التي امتلكها أبائك فتمتلكها ويحسن إليك ويكسرك أكثر من أبائك يعني ربنا يجيبك من الأرض اللي امتلكها أبائك تمتلكها يعني يرجع لك نصيب قدسين ساعات إحنا وإحنا بنقرأ عن حياة القدسين إبراهيم وصحاء ويعقوب ويوسف وموسى ودود والعهد الجديد نحس إن إحنا فين وهم فين على فكرة هو ربنا هو هو واللي عمل معهم يعمل معانا ويديك من نفس المصيب يديك من نفس المزاق يدوأك نفس البركات تشوف معجزات في حياتك كل ده مش بعيد على ربنا بس يعمل زي اللي تابوا زي اللي خدوها جد يأتي الرب إلهك بك إلى الأرض التي امتلكها أبائك فتمتلكها ويحسن إليك ويكسرك أكثر من أبائك أكثر من أبائك كلمة كبيرة أول يعني ممكن أنت يبقى عندك خبرات في حياتك الروحية تحس على الله ده أنت قربت من القصص اللي بتقرأ عنها في الإنجيل ممكن مش لازم يبقى جب أسود ما بقاش جب الأسود بالمعنى الحرف بس تلاقي نفس الظروف دي تدخل فيها وتطلع فتحس إن قصة دانيال وجب الأسود حصلة معاك أو أتون النهر حصلت معاك أو المركب اللي بتغرأ يبقى أنت ممكن تحس إن اللي بيحصل في حياتك هو اللي أنت بتقرأ عنه زي ما كان مع أبائك يبقى معاك وأكتر كمان ويختن الرب إله قلبك وقلب نسلك كي تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك لتحب هنا الآية دي مهمة أو إليه هو وصية تحب الرب إلهك دورنا ولا دور ربنا فكروا بدال جاية فعل أمر تحب الرب إلهك من كل قلبك يبقى دي إيه دورنا إحنا مثل كده طب مش عارفين أعمال يعني إيه بنحب ربنا بس لا من كل القلب بعيدة أو من كل الفكر تقوم تقول يا رب طب ينفع تساعدني أنا عاوز أحبك أكتر مش عارف بحب الدنيا طيب بحب الراحة بحب حاجات فرغة يقوم ربنا يلاقيك لما بتحاول وتجاهد يختن قلبك فتحبه يعني إيه ده دور النعمة هنا يعني عشان توصل لهذه الدرجة من الكمال أنك تحب ربنا من كل قلبك في دور عليك وفي دور على ربنا يعني القدسين اللي بيحبوا ربنا قوي 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 دول من كل قلبهم من كل قدرتهم هم وصلوا إزاي مش دول بشر زينا مش كان عندهم شهوات وإغراءات ومشغوليات آه بس هم كانوا بيحاولوا أكتر فالنعمة تسندهم أكتر فالتعبير هنا يختن الرب إله قلبك يعني تلاقي دعم إلهي تلاقي معونة تلاقي ربنا تدخل عشان يساعدك تحبه أكتر يبقى أنت بتحبه لأنك بتقاوم الشر بتصلي بتيجي بيته بتعمل وصيته كل دي بتمحاولات إنما فاضل آه أنه يختن قلبك بحيث يشين منه الشوائب بقى بقايا حب العالم لأن محبة العالم عدوة لله كل من كان محبا للعالم قد صار عدوا لله طيب ما لسه في محبة عالم لسه الدنيا واكل عقلين شوية طيب نعمل إيه مش عارفين منحاول مش قادرين ربنا بقا يختن الرب إله قلبك وقلب نسلك لكي تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك لتحيا وكلمة لتحيا يعني الحياة الإبادية تبتدي معاك من النهاردة لو حبت ربنا من كل قلبك والدوق طعم السماء تحيا كأن الناس اللي مش بتحب ربنا دي مش عايش وإحنا بنحبه شوية عايشين شوية مش عايشين قوي إحنا عايشين نص أموات عشان بنحبه نص قلب لو حبنا ربنا أكتر نحس إن الحياة اختلفت عشان كده يقول جاءت اللي تكون لهم حياة ويكون لهم أفضل مستوى الحياة مختلف ما تحب ربنا أكتر تلاقي طعم الحياة اختلف وكأنك بتدوق طعم السم يختن الرب إله قلبك وقلب نسلك لكي تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك لتحيا اللي فاكر لما جه النموسي يختبر المسيح في العار وقال له ما هي أعظم الوصايا قال له كيف تقرأ كيف تقرأ يعني أنت نموسي بتقوله إيه أنتم النموس قال لكم إيه قال له كلمتين دول قال له تحب الرب إلهك من كل نفسك من كل فكرك من كل قلبك من كل قدرتك وتحب قريبك فنفسك قال له الآية دي قال له افعل هذا فتحيا ليه بالضبط موسى قال له هنا لتحيا يعني إذن الحياة مرتبطة بالحب اللحظة اللي أنت فيها لا بتحب ربنا ولا بتحب شخص أنت ميت ولو اللحظة دي كملت يبقى أنت ميت للأبد وده اللي شرحه القديس يحنى في رسالته لما يقول إن احنا اتنقلنا من الموت للحياة بالحب وكل من لا يحب أخاه يبقى في الموت يبقى حالة الحب إن كانت لربنا أو للناس ودول بيجوا مع بعض هي اللي تخليك عايش بجد طب أنت غطبا ومغلول من شخص حضرتك ميت في اللحظة دي الغل ده مش هيئذيه هو ده بيئذيك أنت أنت بتسيق الظن في شخص أنت في اللحظة دي ميت انفصلت عن ربنا تفيت الروح القدس أنت وقعت في إدانا وعملت وحكم عن ناس أنت كده ميت لأنك أنت بتقتل نفسك بالكلام ده قيّن لما أتى الهبيل مين اللي مات الحقيقة هبيل ما بيموت لأنه الكتاب يقول له صوته ده ما أخيك صارخ إلي اللي مات قيين اللي مات للأبا تقين إنما هبيل ده محدود في إبرانين 11 ومذكور على فم المسيح نفسه إذن هبيل ما بيموت النوع اللي بيعرف يحب ده ما بيموت اللي ما بيعرفش يحب ده بيموت من دلوقت فقاله تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك لتحية عشان كده احنا دايما نقول له رب إحييني برحمتك صحيني أنا ميت أنا لسه مش بحبك كفاية أنا دنيا شغلاني بحب الأكل وبحب الراحة وبحب الجسديات وبحب فلوس بحب كرامة بحب في حاجات كتير طب أنا عاوز أعيش حب حب ربنا أكتر وحب الناس أكتر ويجعل الرب إله كل هذه اللعنات على أعدائك اللعنات تتنقل من الشخص التائب على الشيطان الأعداء بالنسبة لنا مش بشر الأعداء هم الشياطين اللي عاوزين ياخدونه على الهلاك تقوم اللعنات دي تروح من دماغك على دماغه فيبقى يبعدهم عنك ينصرك عليهم تبقى أنت اللي لك سلطان مش هم اللي لهم سلطان يجعل الرب إله كل هذه اللعنات على أعدائك وعلى مبغضيك الذين تردوك وأما أنت فتعود تسمع لصوت الرب وتعمل بجميع وصاياه التي أنا أصيك بها اليوم علامة التوبة أحبائي التركيز وسيط ربنا الانشغال بالوصي أظن القديس موسى الأسود قال كتا قال علامة التوبة الصادقة الانشغال بالوصي التائب اللي عاوز يفرح السماء طول الوقت مجغول يعمل اللي ربنا قاله مش فارم معا ولا حاجتين كل اللي عاوزه ربنا قاله حب الفقر يحب الفقر صلي صلي أشكر يشكر يكمل إدانة يبعد عن الإدانة حاسب من الطمع يكره الطمع كل اللي شغله الوصي لأنه تايب لأنه بيحب ربنا يا ترى الوصي شغلانة قد إيه ولا إحنا بننشغل بكلام الناس أكتر فبيقول أما أنت فتعود تسمع لصوت الرب يبقى ساعات البعد عن ربنا يخلي الواحد مش سامع صوت ربنا في واحد بيقول أنا بسأل لي في موضوع مش سامع صوت ربنا حضرتك بعيد عن ربنا هو مش أنه ربنا ما بيتكلم أنت وقف بعيد ليه طيب ربنا وقف هناك وبيتكلم وأنت بتقول له مش سامع ما تمشي لك عشرين متر وتقرب أنت عامل زي الأبرز وقف بعيد ليه ما تقرب واحد يقول لك أنا مش سامع صوت ربنا هو مش هتسمع لأنك أنت بعيد مخك في الدنيا كله وقلبك في الدنيا والخطايا كتيرة وساكت عليها طبعا مش هتسمع لكن اللي عاوز يسمع يقرب يقرب يبقى يبطل غلط يمشي مع ربنا يصلي أكتر يهدى يسمع ويقرى الإنجيل كويس يقوم يسمع صوت ربنا وربنا بيكلم صوت ربنا مش بعيد على فكر بس إحنا اللي بعته صوت ربنا قريب قوي بس إحنا اللي عاملين مسافة كبيرة بيننا وبين ربنا وده اللي معطلنا فيبقى الواحد تاية في الدنيا مع أن ربنا مش مأصر في الكلام أما أنت فتعود تسمع لصوت الرب وتعمل بجميع وصاياها التي أنا أصيق بها اليوم فيزيدك الرب إلهك خيرا في كل عمل يدك في صمرة بطنك وصمرة بهائمك وصمرة أرضك تاني يرجعه للبركة يبقى الواحد يتنقل من اللعنة للبركة بالتوبة بالرجوع باستماع صوت الله بالحب كل دي سكة واحد يتنقل من اللعنة للبركة وعلى قدم اللعنة تخوف على قدم البركة لا تتخيلها من جمالها والبركة يقولك ده أنت لو كنت في آخر الدنيا جيبك يعني لو تعقدت معاك المشاكل جدا تتحال بس توب وارجع لأن الرب يرجع ليفرح لك بالخير بسوط تعبير ده يعني ربنا يبقى فرحان وهو مغرقك خير ليه لأنك رجعت له يرجع فيفرح لك بالخير كأنك أنت منعت الخير عن نفسك بالخطيئ في ناس توقعوا تتخانق مع ربنا هو أنتوا تمنعوا الخير بأيديكم وتلوموا ربنا يعني تطلعوا ربنا بره الدنيا خالص وبره حياتكم وليوم يحصل مشكلة تتخانقوا مع ربنا مش أنتوا من بقدر ينفتوا ربنا لغتوه طب يوم بتحصل مشكلة بترجع وتتخانقوا معا ليه الناس أتدقوني هم اللي بيظلموا ربنا الرب يرجع ليفرح لك بالخير كما فرح لأبائك يعني شوف ربنا لما بارك لأبونا إبراهيم كان فرحان وبارك ليوسف وكان فرحان ليه ناس مركزة معه بيحبوه بجد وسيط ربنا شغلاهم شوفوا يوسف لما كان يسامح أخواته الوحيد اللي كلنا فاكرين اسمه كويس يعني لو قلتلكم مين من الأصباط اللي 12 تنسي ليه يوسف عمل اسم عمل اسم ليه دة بهد الكتير لأنه بيعرف يحب يحب ربنا ويحب إخواته فلما نجح في اختبارات الحب لأنه باركة مضاعفة تعرفين يوسف بالذات خد نصيب اتنين إشارة إنه ده بالذات تقنع العهد الجديد البكر هنا كأنه رح نحية العهد الجديد فتفك باتنين فرايم ومناس مع إنه مش البكر لكنه عجب ربنا طب فرق إيه يوسف عن إخواته ما كلهم مولادي عقوب لا يوسف يعرف يحب يحب ربنا ويحب إخواته إذا سمعت لصوت الرب إلهك لتحفظ وصياه وفرائد المكتوبة في سفر الشريعة هذا إذا رجعت إلى الرب إلهك بكل قلبك وبكل نفس لو ركزت في حكاية كل قلبك وكل نفس أنا شايف تقريبا جت أربع مرات يبقى هنا النص بيقول لنا إيه ربنا فاحص القلوب إنت بجد راجع لربنا ولا نص عرب عينك في الدنيا ولا عينك اللي اتنين بقوا مع ربنا الفلوس بقت تحت رجليك ولا برضو لسه في ورأسك هتصالح بجد ولا هتصالح وتخاصم في نفس الوقت أنت بتعمل إيه بالزبط ربنا نريد أن تحك عليه الرجوع رجوع من كل القلب من كل النفس تكون الإرادة صالحة واللي يساعدك في ده إحساسك أنك في أي لحظة ممكن تمشي طب هتعب ربنا تقول له إيه فيش ولا عذر ينفع قدام ربنا فكر في أي عذر كده مش ممكن تلاقي عذري ينفعك وانت وقف قدام ربنا العذر دي بتخدرنا دلوقت تخدعنا دلوقت الحجج والعذر دي كلها تتال دلوقت لكن لو وقفت قدام مسيح هتلاقي ولا عذر طبعا تقدر تقول ما كنت عرف تقدر تقول ما خدت فرص تقدر تقول أصل الناس كانت وحشة تم المسيح كان حوالي ناس وحشين ما قالك سامح هم لما يبقوا حلوين مش هتعرف تقول ولا حاكم هتقدر تقول أصل كان يوم زحمة فمش فاضي صلي مش تلاقي عذر اللي عاوز يصلي هي صلي يبقى الوحدي خاف لأنه الرجوع لازم يبقى من القلب إن هذه الوصية التي أصيق بها اليوم ليست عسرة عليك عسرة من الترجمة مش غمضة يعني ما تقرأ بقى خلاص وسمى سفر الشريعة تسنية هو سفر الشريعة الأساسي ما تيجوا تقرأ سفر الشريعة على فكرة أو سفر التسنية أغلبه واضح يعني حتى صدقوني من غير شرح الآيات واضحة لأنها أغلبها توصيات صريحة لا تقتل لا تزنيد لا تصرق لا تشهد بالزمع مش كلام مش محتاج تأملات صريحة وإكرم أباك وأمك وحب قريبك كنفسك وخاف من الخطيئ كلام عادي إذن ما ترجعش تقول الوصية غامضة غامضة ليه حبيب فيها إيه غموض إنك تحب الناس فيه إيه غموض إنك تسامح فيها إيه غموض إنك تبعد عن الشهوات لا مش غامضة أقول لحاجة ولا بعيدة منك يعني ما تقولش ما هي بعيدة قوي كنتش عرفها كنتش تعرفها ده ضميرك بيقول ده قبل ما تكتب في الإنجيل الوصية كان ضميرك بيقول ده اللي ما يعرفوش في الإنجيل عارفين إن القتل والسرقة غلط يبقى هنا ما ينفعش الواحد يقول الوصية صعبة أو بعيدة أو غامضة دي حجج لا الوصية واضحة وصريحة ومعروف طب سهلة ولا صعبة لا هي لو حبت ربنا تلاقيها سهل لما تحب ربنا وبعدين يقول لك سامح أخوك حاضر يا رب بس كده حتى يقطعني حاتة عشان خطرك مدال أنت مركز في ربنا خلاص هتلاقيها سهل واحد شايف السماء كلها مستنيها فربنا يقول له ادي بسخاء يدي كل اللي عنده ما تبقاش صعبة هي صعبة لأننا مش بنحب ربنا فاتبانى أن الوصية تضحية ضخمة جدا لا مش تضحية ولا حاجة ده ليك أنت مش لا ربنا وربنا استفاد إيه لما عملنا الوصية إحنا اللي هنستفيد إذن كل ما تحب ربنا أكتر كل ما تلاقي الوصية هي السهلة بالعكس عكسها صعب جدا يعني تسأل واحد من القدسين اللي في الأديرة اللي بيصلوا صبح وليل دول هو أنتم ما بتزهقوش يقول لك أنا ما أقدرش أبطل صلا ده أنا أموت لو بطلت صلا ده أنا أتخنق لو بطلت صلا ده أنا أبقى أتعبان جدا لو أبعدت عن الصلاة ومالإحنا يا أخوي أبقى أتعبانين ليلة ما بنصلي يبقى إيه المسكلة مسكلة فرق حب هو بيحب ربنا أوي فبالنسبة له قاعدة الكنيسة دي جماعة مذاك والخلوة مذاك والتسبحة مذاك وفرحان بالحاجات عشان بيحب ربنا طب اللي مش بيحبه أبقى أنا اللي زي تقيل عليه يبقى الوظية سهلة بقدر الحب أرجع تاني وأقول طب أنا مش عارف أحبه أكتر من كده طب ما نطلب يا رب ساعدني أحبك وكمان تقاوم محبة العالم لازم تبتدي ترائب قلبك إنه ما يتعلقش بحاجة في الدني هذه الوصية التي أصيك بها اليوم ليست عسير عليك ولا بعيدة منك ليست هي في السماء يعني إيه يعني ربنا كشف لنا هو عاوز مننا إيه والبركة تيجي إزاي والمكافأة تيجي إزاي والحكاية واضحة تصوروا لو كنا قاعدين ونقول إيه يا ترى ربنا عاوز مننا إيه لا ما يواضحة ده قالها بدل المرة مليون مر فبقيت الوصية بعيدة في السماء زي للواحد لازم يدخل السماء عشان يسأل ربنا هو أنت يا رب عاوز إيه ما يجي قال قال في العهد الأديم والعهد الجديد نفس الكلام يحبوا ربنا ويحبوا بعض ويمشوا ورايا إذن هنا بيقول ليست هي في السماء حتى تقول من يصعد لأجلنا إلى السماء ويأخذها لنا شفين بقى لما واحد يقول لك إيه يا مين يروح لربنا يسأله بقى يسأله على إيه حبيبي ده هو ربنا نزل بنفسه يقول أنت بتكلم في إيه وربنا بعد كلامه من بدري مع الأنبياء ولما لقى الناس مش راضية تسمع الكلام جيب نفسه هتقول يا مين يروح لربنا يسأله المغلطة دي ربنا واضح جدا ويأخذها لنا ويسمعنا إياها لنعمل به ولا هي في عبر البحر يعني إيه يعني واحد يقول لك أنا عشان أسمع وعظة أنا لازم أسافر بلاد يا سلام بالزمة إيه ده كلام قدهمك ده على الموبايل بتاعك كلام ربنا ولا هي في عبر البحر يمكن دي تفكرني لما المسيح له المجد قال ملكة الطيمن ستقوم في الدين في الدينونة يعني وتدين هذا الجيل لأنها أتت من أقاص الأرض لتسمع حكمة سليمان وهو زلان أعظم من سليمان يعني الستة دي أنا عرفش عنها كتير الملكة دي سمعت أن فيه واحد حكيم بجد بيقول كلام مظبوط سفرت بلاد وجايب هدايا بالملايين عشان تسمع الكلام الصح طيب ودلوقتي المسيح بيتكلم ومن غير فلوس ومن غير هدايا ومش هتسافر له بلاد يبقى لا الوصية بعيدة ولا عالية ولا صعبة ولا غمضة وصية واضحة وملخصها حب يعمل كل حاجة بحب فلما أنت تقول بقى أي كلام تاني إنها صعبة ولا بعيدة لا يبقى أنت مش عاوز تسمع الكلام ليست هي في السماء حتى تقول من يصعد لأجلنا إلى السماء ويأخذها لنا ويسمعنا إياها لنعمل به ولا هي في عبر البحر حتى تقول من يعبر لأجلنا البحر ويأخذها لنا ويسمعنا إياها لنعمل به يعني هنا موسى عاوز يقول لهم إيه ده موسى خلاص هيمشي قربنا نخلص وموسى يسافر يطلع في الجبل ويروح السماء فبيقول لهم الوصية بقت قدامكم مكتوبة قدامكم حفظناها لكم والوصية صريحة ومش صعبة وجربنا نعملها فمحدش يقول ده إحنا لازم نسافر لها بحور لا الوصية في إيد تحت إيدك يا عمي بل الكلمة قريبة منك جدا الكلمة قريبة منك جدا يعني الوصية عريبة ليك ليه ضميرك بيقولها الروح القدس اللي فيك بيقولها الإنجيل بيقولها القدسين بيقولوها الكنيسة بتقولها الأحداث بتقولها التجارب بتقولها ده أنت لمؤخذة يبقى ما بتسمعش الكلمة قريبة منك جدا حد فينا يقدر يقولي الكلام بعيد لا مش بعيد كلام واضح وبنعيد ونزيد فيه على فكر لا وكل الوعز شبه بعضه في الأخر لا بس اللي يعمل في فمك وفي قلبك يعني ده أنت لو نطعت هيطلع الكلام من بؤك يعني لو أنت شهدوك هتقول كلام صح أنت لو حكمت على الأمور هتقول ما يصحش غير الصح في فمك وفي قلبك عاوزة نقلكوا بقى نقلق عجيبة شوية قدس بولس الجزء ده اخده وشرحه بس شرحه بطريقة تانية اللي أنا قلته مش غلط لكن تعالوا نشوف بقى المستوى الشرحي اللي قاله بولس في الجزء ده اللي هو من عدد 11 إلى 14 الجزء ده حطوا بالنص في رسائله فاللي شاطر منكم على الإنجيل ينقل معايا كده لأنه وهو عاوز يتكلم في رمي عشر رمي عشر ده بالنسبة لنا نحن في خدمة الكرازة مهمة قوي لأنه قال فيها مبادئ كرازة كتير قوي قال لأن موسى يكتب في البر البر الذي بالنموس ده مي اللي بيتكلم دلوقتي ده بولس بقى احنا رحنا عهد جديد ولقينا بولس بولس ده مذاكر التوراة وحافظ التسنية صامة فبيقول موسى يكتب يبقى التسنية في البر الذي بالنموس أن الإنسان الذي سيفعلها يفعلها سيحيا به اللي هي لو سمعت الوصية تعيش اللي هو التسنية وهو تلاتين اللي بنقراها دي وأما البر الذي بالإيمان اسمعوا الشرح ده فيقول لا تقول في قلبك من يصعد إلى السماء اللي هي لسه أرينا تسنية تلاتين جايبة بس بيفصرها ايه اللي يحضر المسيح يعني ايه يعني في تفسير للتسنية من وقت اليهود من يصعد إلى السماء كملوها الربايز اليهود قالوا ايه عشان يجيب لنا المسيح ويقول لنا نعمل ايه اهو المسيح جاي يعني كان زمان في القهد الأديم إحنا عندنا فرصة أكتر هم برضو كانوا يقولوا ايه طب مين يقول لنا الكلام ده يتعمل ازاي بالظبط مين يجيب لنا المسيح بنفسه من السماء يشرح لنا ويورينا كده يمشي قدامنا يعمل الصحة كله فقال بصوا بقى هم كانوا يقولوا من يصعد إلى السماء ويقصدوا ايه اللي يحضر لنا المسيح احنا ما عندناش حجة المسيح جاي فهمتوا او لا تاني بولس لما ارى الجزء بتاع موسى لما بيقول ما تقولش ان كلمة ربنا بعيد عليك ولا تقعد تقول مين يطلع السماء يجيب لنا كلام ربنا ولا مين يسافر اخر البحر يقول لنا ربنا عاوز ايه ده كلمة في قلبك كلمة سهلة مش غمضة او وطح هو هنا ما خادش الكلمة بمعنى الوصية خادت كلمة بمعنى المسيح نفسه اقنوم الكلمة فقال مين يطلع السماء يقول للمسيح مش هتيجي بقى اهو جاي يعني احنا بتوعهد جديد سبعنا العهد القديم في ايه بتوعه العهد القديم بيقولوله ليتك تشوق السماوات وتنزل هتيجي امتى نشوفك يا رب عشان كده المسيح يقول انبياء وابرار كثيرين اشتهوا ان يروا ما انتم ترون ايه اللي عندنا مش عندهم في العهد القديم المسيح تجسد ربنا جيب نفسه هم على كل الكرامة والعز اللي كانوا فيها والدالة والعلاقة بس ما شفوش المسيح ما عاشوش معاهم ما بعاش ربنا عايش وسط البشر فطوبة لعيونكم لانها تبصر اذا بوليس بيشرح تسنية تلاتين في رمي عشرة على ان الوصية او الكلمة تكمل في المسيح هيجي بنفسه يشرح وعشان كده هيجي المسيح يقول سمعتم انه قيل للقدماء وانا اقول لكم وما جئت لانقد بل ايه بل اكام يكمل بوليس يقول ايه لا تقل في قلبك من يصعد الى السماء اي اللي يحضر المسيح او من يهبط الى الهاوية بصوا معلش حتى دراسية لو يعني مركزين هتفهمون فيه فرق في النص بين رمي عشرة وبين تسنية تلاتين بتيجي منين اللخبطة دي هنا بيقول مين يروح اخر البحر هنا بوليس قال ينزل الهاوية ده فرق الترجمة السبعينية عن العبري يعني ايه عندنا في القهد القديم نسختين مهمين جدا الاصل الارامي او العبري اللي كتبوا بيه موسى والانبيع والاصل اليوناني اللي اسمه ترجمة سبعينية اللي جاء قبل المسيح والمسيح لو المجد عد التاريخ انه الكتاب ده العهد القديم يدخل اليونانية عشان يبقى فيه متناول الامم يبقاش كتاب اليهود بس التلاميذ بما فيهم اخطيت تلاميذ ورب المجد يسوع كانوا يقروا العهد القديم اكتر من الاصل اليوناني كانوا يستخدموا الايات من السبعينية اكتر لانها ادق في التعبير يعني العربي لما ترجم فيه قال البحر مرة وقال الهاوية مرة الادق ايه ناخد الهاوية اللي جات في العهد الجديد اللي بتذكر القاية بس بتذكرها بدقة فربنا له المجد يقصد ايه محدش يقول هنطلع السماء نجيب المسيح لان المسيح جيه ولا حد يقول طب ننزل للهاوية تحت يمكن نعرف اخرة الوصية ايه ولا اخرة الكلام ايه ما هو المسيح نزل من السماء ونزل للهاوية عشان يطلع المحبوسين اللي تحت اقولها تحت نقراها ونقول لتقول في قلبك من يصعد الى السماء دي اللي قالها تسنية تلاتين ما تستبعث اي اللي يحضر المسيح او المسيح جيه بكلامه واضح ولا تقول في قلبك من يهبط الى الهاوية اللي هي عند اليهود ايه يمين يسافر اخر الدنيا عشان يجيب لنا الوصية اي اللي يصعد المسيح من الاموات يبقى بولس هنا كمفسر للعهد القديم ووفر علينا المجهود قال الايات دي موسى بالروح القدس اللي فيه ما قصدش بس يقول ان الوصية مش بعيدة ده قصد ان المسيح نفسه مش بعيد ده قيلنا لغاية الدنيا واللي راحوا الجحيم هينزل لهم الجحيم عشان يطلعهم معاه ويصعدهم من الاموات نقولها تاني معلش معلش بولس شوية صعب لكن يعني هو بيفهمنا العهد القديم بروح العهد جديد من يصعد الى السماء طلعت انه عشان يقول للمسيح ما تيجي بقى خلاص جاه من ينزل الى الهاوية يعني يقول له والناس اللي في الجحيم دول اهو نزل لهم المسيح ليصعد المسيح من الاموات وليصعد الاموات معه عشان كده عندنا عقيدة ثبتة اسماء ايه نزل الى الجحيم من قبل الصليب ليه لانه اللي طلع السماء هو اللي نزل عشان يلم السماء والارض ويلم البشر كله ويعم بالخلاص عالكل فبقت الكلمة قريبة منك يعني كلمة الخلاص ما بقتش صعبة خبر الخلاص دلوقتي بقى متكامل خطة خلاص البشرية بقت سهلة ربنا بنفسه جتفع التمن ولم كل ولاده بس اللي يرضى يدخل عنده فجالنا من السماء ونزل لنا للجحيم عشان ما يسبش الشطان يسيطر على احد طب مين بقى اللي هيدخل السماء اللي هيصدق اللي هيمشور المسيح فبيقول لا تقول في قلبك من يصعد الى السماء اي ليحضر المسيح ولا تقول من يهبط الى الهاوية اي ليصعد المسيح من الامات لكن ماذا يقول يرجع لموسى الكلمة قريبة منك في فمك وفي قلبك طب هتفسرها ازاي دي بقى يا بولس اي كلمة الامان التي نكرز بها لانك ان اعترفت بفمك بالرب يسوع وامنت بقلبك ان الله اقام من الاموات خلصت ده بيفصر الجزء بتاعت اسنية 3014 الكلمة قريبة منك في فمك وفي قلبك بيروح للعهد الجديد يقول عارفين دلوقتي لما يجي واحد موعوص كده يصدق في قلبه ان المسيح ربنا اللي مات وقام من الاموات وبعدين يعترف اعتراف الايمان الابل ما يتعمد اؤمن واعترف ان المسيح هو الاله الحقيقي اللي مات وقام يخلص هيتعمد ويخلص من امن واعتمد خلص فاتاري كلمة الكلمة قريبة منك في فمك وفي قلبك بول الشافة ان دا اللي بيحصل في الكرازة ان كل الناس بتيجي قلبها بيصدق وبقها بينطق طالما القلب صدق والفم اعترف يتعمده دخلوا السم فهنا بيقول ايه ان اعترفت بفمك بالرب يسوع وامنت بقلبك ان الله اقام من الاموات خلص لان القلب يؤمن بيه للبر والفم يعترف بيه للخلص وعشان كده تلعزوا كلمة الاعتراف دي في دايما في العدسات مقصود بيه اعتراف الايمان زي قانون الايمان اؤمن واعترف الى النفس الاخير ان هذا هو الجسد ده اعتراف ايمان لان الكتاب يقول كل من يؤمن بيه لا يغزى بعدين يقول بقى طب بصوا على العالم كده طب العالم ده كله يؤمن ازاي اذا كان ما يعرفش المسيح ما سمعوش عنه طب وهيسمعوا عنه ازاي اذا كانوا اللي يعرفوا المسيح ما بيروحوش يقولوا لهم يبقى المفروض كل المسيحين يعملوا ايه يروحوا يشاوروا على المسيح ويتكلموا كيف يدعون بمن لم يؤمنوا به وكيف يؤمنون بمن لم يسمعوا به وكيف يسمعون بلا كارز وكيف يكرزون ان لم يرسلوا كما هو مكتوب ما اجمل اقدام المبشرين يبقى هنا نقول اسحط السنفونية بتاعته الجميلة دي بتاعت الكرازة ان كل مسيحي صدق ان المسيح في خلاص البشرية مش مفروض يفضل ساكت على السر عاوز يقول له كل الناس لانه ما عادش بتقول هو الحل فين ما خلاص المسيح جاه ولا المدة يعملوا له ايه ما هو نزل للجحيم وفك الجحيم خلاص فبقت الكلمة قريبة قوي انطع بقى خلي القلب يصدق والفم يعترف كده ندخل للخلاص نرجع لتسنية ثلاثين فاضل حتة صغير الكلمة قريبة منك جدا في فمك وفي قلبك لتعمل به انظر قد جعل اليوم قدامك قد جعلت اليوم قدامك الحياة والخير الموت والشر آية دي جميلة او بيقول اليهود كده بصوا كويس قدامك وطريقين كده الموت والشر كده الحياة والبر قد جعلت اليوم قدامك الحياة والخير في كفة والموت والشر في كفة الآية دي تؤكد ان الانسان ايه مخير قد جعلت امامك يعني ربنا حاطت قدامك الصح والغلط طول ما انت عايش حاطت قدامك الصح والغلط الحقيقة والكذب سكة السماء وسكة الهلاك اختار فيقول له ايه بما اني اوصيتك اليوم ان تحب الرب الهك وتسلك في طرق وتحفظ وصياء وفرائد واحكامه كي تحيا وتنمو ويباركك الرب الهك في الارض التي انت داخن الهك كي تمتلكها ان انصرف قلبك ولم تسمع بل غويت وسجدت لآلها اخرى وعبدتها فاني امبئكم اليوم انكم لا محالتها لكم يعني سكة الصحة ربنا ووسيط والاتحاد بالمسيح سكة الهلاك لآلهة الاخر والعالم لو انت عجبك السكة دي انت حر بس احنا حذرناكم فبيقول ايه سجدت لآلهة اخرى وعبدتها انا امبئكم يعني النتيجة مش محتاجين اقولكم لا محالة لكم لا تطيل الايام على الارض التي انت عابرن الارض كي تدخلها وتمتلك يعني خلاص فاضلك ايام وتدخل زي اللي بيقولنا فاضل لنا ايام والعمر يخلص حدد موقفك بسرعة يمين ولا شمال ربنا ولا الشيطان الحياة ولا الموت الخير ولا الشر الحق ولا الكز ما تختار النور ولا الظلمة الحكاة واضحة اشاهد عليكم اليوم السماء والارض قد جعلت قدامك الحياة والموت عمل يعيد ويزيد ليه لان موسى بيودع وبيقول لهم انا قدامكم سكتين سكة ربنا واضحة اثبت نفسه انه الى حقيقي خرجنا من العبودية المر عمل معجزات هذا عادتها رعانا وانقذنا من كل حاجة عاوزين تمشوا ورا الالهة الاخرى ماشي بس دي سكت الهلاك قد جعلت قدامك الحياة والموت البركة واللعنة فاختار الحياة ساعة احس ان ربنا زي اللي يعني بيحايل عياله عمال يقول له حطيته قدامك يا ابني اختار الحياة هي محتاجة مفهومية هي محتاجة زكاء اذا كان السكة دي تودي الحياة والسكة دي تودي جهنم مصر تروح جهنم مصر تكره مصر تعيش في الخطيئة بعد ده كله اختار الحياة دي واضحة لكي تحيا انت ونسلك استحب ويرجع لنفسك الحياة مرتبطة بالحب بالوصية استحب الرب الهك وتسمع لصوت وتلتصق بيه لانه هو حياتك حب ربنا لان ربنا هو الحياة الابدئي تحبه تلزأ فيه تدخل السم والذي يطيل ايامك لكي تسكن على الارض التي حلف الرب لابائك ابراهيم واسحاء ويععوب ان يعطيهم اياه صح ده مهمة اوي في تسنية فتكروا تسنية تلاتين ده بعد ما حطوا كل البركات واللعنات قاعد يقول بصوا بقى الاختيار ليكم انت حر ربنا وضح كتير اوي وعمل كل حاجة وكلمنا بكل الطرق الممكن واكد لنا سكة السماء شكلها ايه وكل يوم بنشوف ناس نصحة مشيت في سكة السماء وخلصت رسالتها حلو وبنشوف العكس الاشرار ازاي بتنتهي حياتهم نهاية شكلها يخوف طب ما تختار بقى طب لما تختار الحياة يعني ايه يعني تحب ربنا وتحب الناس يعني التوب والتوب من كل قلبك ومن كل نفسك وربنا هيكفأك ويباركلك ويعوضك وما تعودش تستصعب الوصية الوصية بقت سهلة الوصية قريبة لقلبك الوصية دي بقت فلسانك انت عارف الصح فاروح اعمل الصح وكفية زوغان لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأباتام انظر قد جعلت اليوم قدامك الحياة والخير والموت والشر انظر قد جعلت اليوم قدامك الحياة والخير والموت والشر لكي ندل مع بعض ودل مع بعض نقولها ثاني انظر قد جعلت اليوم قدامك الحياة والخير والموت والشر تفضل وصل اللهم اجعلنا مستحقين نقول بالشكر أبانا الذي في السماوات ليأتي ملكوتك تكون مشئتك كما في السما قبزنا كفافنا أعطينا اليوم كما نخفر نحن أيضا مزنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة بالمسيح يا سعى ربنا محبة الله الآب نعمة ابن الوحيد ربنا وإلى أن مخلص نسو على المسيح شركة موهبة وعطيت الروح القدس تكون مع جميعكم امضوا بسهل الله سلام ربنا